عاد منشستر سيتي الإنجليزي بانتصار الثمين من ملعب باريسان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب حديقة الأمراء برسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسجلت نائية السيتي كيفين دي بروين ورياد محرز بينما سجل هدف باريسان جيرمان وحيد البرازيلي ماركينيوس على أن يقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل على ملعب الاتحاد وبعد هدف الموقع في شبك الفرنسيين أصبح دي بروين رابع لاعب يصل إلى خمسين هدفا تحت قيادة بيب جوارديولا بعد أغويرو ورحيم ستيرلين وغابريال خيسوس وكذلك رابع لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا أمام باريسان جيرمان بعد ميسي ونيمار وطوال تاريخ دوري أبطال أوروبا كانت هناك 47 مباراة سابقة حققت خلال الأندي الإنجليزية والانتصار في لقاء الذهاب خارج أرضها تأهلت بعدها إلى الدور التالي شكرا شكرا شكرا